اشتراك نبدأ بطريقة استحضير اول حاجة هنا سكالوب حطيته في الماء حطيته الملح ويغلي حتى تشوفوه نستعملت غير صدر الدجاج قطعة الدجاج فقط ستكفي حتى تأخذ طيابها وبعد ذلك سننحيوها سنحضر لاصوس اللي راح نحتاجوها عندي لاصوس تقدروا تستعملوها ولا تقدروا تستغنيو عنها ولكن الذوق التحره رائع جدا خاصة تخلطوها مع الاصوس عندي ايضا ملعقة الخردل وعندي الهنا المايونيز هاذ الاصوس الذوق التحره بزاف بنين على بالي راح اتعجبكم وخاصة يعني في الحويج وفي الطيابات راح اتجي بنينة بزاف خاصة في المملحات والله تحبو تستعملوها راح اتجيكم بزاف ملحة اللي احنا انخلطوها انخلطو هذ المكونات في بعضها ملح واي صوس يعني راكم حابين تضيفوها معها تبقى لكم اختيارية يعني الاذواق اللي راكم حابين تحطوهم تقدروا تضيفوهم وصفة الكريسبي هذي على بالي راح اتعجبكم كامل على خاطر وصفة جديدة وفي نفس الوقت حاجة مقرمشة وسهلة وما تديش الوقت نهائيا خاصة في القليان بالنسبة للناس اللي رايت تشكي من القليان ومنها اجبتكم هذ الحاجة الوصفة هذي راه هي خفيفة وملاحة لحنا راح ندير في طبسي واحد اخر راح نحضر هذا البيض اللي بعدها راح نحط فيه التساعي هذوك الحباز عندي لهنا زوج حباز بيض عندي ربع كأس حليب عندنا كذلك لهنا الفلفل اسود ملعقة صغيرة فقط نحطه غير شوية برك وعندي ايضا الفرمج اللي هنا الفرمج انا استعملت هذا تاع العولب تحبوا تستعملوا هذا ولا تحبوا تستعملوا الفرمج تاع الحباز هذوك كي ما تحبون انتوما انا استعملت هذا هاي البواس تاعو هاي البواس تاعوه وكذلك يعني تقدروا تستعملوا في تحبوا تستعملوا لانا كما قلت لكم تحبوا تستعملوا في البيتزا ولا تحبوا تستعملوا في القراطا خاصة في القراطا بزف مليح المهم انا استعملت كما قم تشوفوا مش كمية بزف حوالي زوج ملاق كبيرة خلط هالمكونات بعضهم تحبوا الآن الدجاج كما قم تشوفوا السكالوب بعد ما طيب تغليته في الممليح لانا راح انقطعوا هكذا الى اطراف صغيرة هذي الوصفة راح تكون بديلة للبوريك على بالي الناس بزيف كرمضان كامل وحنا نستعملوا غرف البوريك في البوريك على بالي بزيف راح نكرهوه لهذا انا حبيت نغير لكم كاول طابق اليوم حبيت نغير ديرت هذو الكريسبي على بالي راح ينيعجبوكم بزيف خاصة القرمش هذيك اللي فيهم بزيف مليح بعد ما تكملوا تقطعوه لهنا نحط شوية زيت في المقلة ونحط ربع في الناس بعد ما تكونوا راحيزوهم نحطهم يسقلوا هكذا شوية وبعد ذلك نحط فوقهم الديججر بعد ذلك نحط فوقهم الدجاجة ذك ونحط فوقهم الدجاجة ذك ونحط فوقهم الدجاجة ذك خطير الجداية جدا هنا تابل الدجاج اسمها تابل الدجاج وتأكد تابل افضل جدا احتاج تابل الدجاج انتظار عميس توابل السيطان الضوء مليح والذي يعطيكم للدجاج جروع بوحد البنة نحط له اللعنة كذلك فلفل اسود ونحطه الملح لا ننسوهاش لا نملح الدجاج هذا بزيف على خطر القبيل يحطي سيغلي في الماء ثاني ملحته نخلطه مليح في بعضها كما تشاهدوا حتى يعني يزيدوا تشوفه باليزاد قلة شوي وبعد ما يتقليلكم هذا الدجاج نحط له الكريمة طازجة والكريمة السائلة هنا استعملت هذه تعلق القرعة كما تحبون تستعملوا لخطرها هي نفس الذوق نحطوها هنا نحطوه كمية ونجدو نخليها تغليم له هذا الكريمة مع الدجاج أنا حبيت نستعملها لخطر تعطي الدجاج ذوق رائع وتعطيه بالناء خير من يقعد لكم الجيج من يشف من الأحسن انكم تستعملوا الكريمة راح يعطيكم هذيك اللاصوس راح تجيب بزيف بنينا نجدو نخليوها يطيب فيها واحد المدة خمس دقائق فقط ونحيوه اللهنة انا بعد ما وجدت كامل هذ المكونات بعد ما وجدت اللاصوس هذيك المعاكم وجدت كذلك اللهنة كما تشوفوا لشابلوغ بعد ما رحيتها وعندي اللهنة خوبس تورتي لانه شريت هذا كين الكبيرة كين اللي تجي القرصة كبيرة وكين هذي صغيرة انا استعملت صغيرة فقط ماشي شرط انكم استعملوا الكبيرة اللهنة اولا هنحط لاصوس ومبعدها رح هنحط الدجاج هذيك اللي تبنيه وطيبنيه فلاسوس ونزيت نحط البطاطا ومبعد ذلك نغلق ونحط المايونيز يعني المايونيز يبقى اختياري انا حبيت نضيفه ولكن انتم ما يبقى لكم اختياري اللي تحبوا اضيفه تحبوا تستغنوا عنه ومن ننسيوش كذلك الفروماج رابي اللي لازم تحطوش زغبة والله الفروميج تاع الشرائح كذلك الذوق تاعه وبعد ما يذوبو لكم رح يجيكم بليح انا انا حطيت شوية هذي اللاصوس ومبعدها بدلت حطيت المايونيز احسن هكذا ونقفلوهم بهذا الطريقه اللي هنك شغل اللي راح يندوروهم على شكل مستطيل ولا راح ينرولوهم بهذا الطريقه بما تجيش الحبه كبيره على شكل بوريك هذي هي الطريقه فقط راح اجي بزيف مليحه راكم تشوفو جو كيمة البوريك ولكن الذوق تاعهم راهو احسن من البوريك فيهم القرماش هذيك وفيهم بنتهم يعني روعة وشو نقول لكم والله وصفه عجبتني بزيف زيفنا نسمن انكم تجربوها انتم ثاني وتعطيبني رايكم فيها اللي هنه نحط هذ الحبه في هذيك الخليط اللي قبيل درناه سعى البيض والحليب والفورميج ومبعدها نحطها في الاشابلور اللي هنه هذ الكريسبي بعد ما تحطوهم في الاشابلور مش راح ينبعدك تحطوهم في الزيت مش راح ينديو لكم الزيت بزيف يعني القليان تحهم راح يكون خفيف جدا راكم تشوفو بعد ما درتهم في الاشابلور لان راح نحطهم يتقلوا مدى بكم تكونوا الزيت سخنسوهم ليه وبعد ذلك نقصوه وبهم يتحرقو لكمش لخاطر تجابهم خفيف ثم ثم يطيبوا وكل شيره هو طيب يعني غير يتحمروا فقط بعد ما يتحمروا لكم على الجهة مننا زدون قلبوهم على الجوية كامل بيتحمروا لكم كيف كيف وبعد ذلك نشوفوهم في صاحن التقديم الكريسبي نتع نهار اليوم هذا هو نتمنى انه ينال اعجابكم نتمنى انكم تجربوه تعطيوني رايكم فيه راي وصفة رائعة نتمنى انكم تجربوه